لسا متواصلين معاكم في باقي اخبارنا النهاردة مباراة الزمانك 2003 امام اسوان شاهدت يوم السبت الماضي مشاركة الاولى لعبدالله محمد صاني الالعاب وكابتن فريق 2003 بعد تعافية من اصابة الرباط الصليبي كلنا حضراتكم عارفين هذه الاصابة اللي كان خضع فيها لفترة نقاها وفترة علاج طبيعي في دولة الامارات الشغيقة شارك في دية 69 من زمن اللقاء وقدم عبدالله اداء متميزا في الدقائق اللي شارك فيها وصانع على عديد من الفرص كذلك سجل هدف في الدقيقة 90 من زمن اللقاء عن طريق ركل الجزاء نفذها بشكل مميز على مرمى اسوان